جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات تبية عامة ولا تغني ابدا عن زيارة الطبيب ولا ننسح ابدا بتناول اي ادوية او تجربة اي وصفات دون استشارة تبية فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق انشاء فيديوهات سريعة عيدا عن الاطالة بدون داعي او الاسفاف او الوصفات الخزعبلية لذلك نتمنى ادعمكم بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. اهلا بكم اصدقائنا بحلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن اسباب وعلاك رائحة المهبل الكريهة قبل الدورة. ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب. اهلا بكم. في بعض الاحيان قد تظهر من المهبل رائحة غريبة وغير محببة قبل بدء الدورة الشهرية. واليك اسباب رائحة المهبل الكريهة قبل الدورة الشهرية. اولا تغيروا البكتيريا ودرجة حمودة المهبل. فخلال وقت الدورة الشهرية يختلط الدم الذي لديه درجة حمودة عالية مع بطانة الرحم والبكتيريا النافعة الموجودة فيها. مما يسبب ظهور هذه الرائحة الكريهة التي يمكن وصفها بانها رائحة شبيهة بالسمك. ثانيا فترة انقطاع الدورة الشهرية مما يسبب الجفاف ورائحة كريهة من المهبل. ثالثا الاصابة بعدوى المهبل البكتيرية. وحينها تكون الرائحة مرافقة لاعراض مثل الحرقان والتهيج والحكة والافرازات المهبلية. وبالاضافة لذلك يمكن ملاحظة هذه الرائحة بعد انقضاء الدورة الشهرية. لكن لا يوجد ما يسير القلق حتى الان. وقد ترتبط رائحة المهبل الكريهة في بعض الاحيان باسباب اخرى. مثل اولا عدوى المهبل. فقد تظهر رائحة من المهبل في حال الاصابة بداية المشعرات. الذي ينتقل عبر ممارسة الجميع. بسبب كائنة وتسبب هذه العدوى اعراض. مثل الحكة التنسلية والم التبول والجميع. ثانيا مرض التهاب الحوض. فتنتقل عدوى المهبل للاعلى نحو الحوض والاعضاء التنسلية. ومنها الرحم وقناة فلوب والمبايد. لتسبب رائحة شبيهة بالسمك في المهبل عند القيام بالجميع. مترافقة مع النزيف. ثالثا التعرق المفرط. فيحدث التعرق في محاولة الجسم لتبريد نفسه عند ارتفاع درجة الحرارة. كما يحدث عند التوتر او القلق وهو ما ينجم عنه رائحة كريهة في المهبل. رابعا النظام الغذائي غير الصحي. فتناول النظام الغذائي غير صحي ومتوازن قد يؤثر سلبا على درجة حمودة المهبل. مما يسبب رائحة كريهة. اما عن علاج رائحة المهبل للكريهة. ففي حال كان السبب عائدا لعدوى كعدوى المشعرات التي تم ذكرها. فسوف يقوم الطبيب بوصف المضادات الحيوية. ومنها وبعد التعرف على سبب ظهور رائحة كريهة من المهبل قبل الدورة. سنقدم لك فيما يلي بعض الامور التي تساعد على التخلص من الرائحة والتخفيف منها. اولا التباول بعد موارسة الجميع مباشرة. ثانيا استخدام صابون لطيف وخالي من المعطرات. ثالثا تغيير الملابس الداخلية يوميا. رابعا الاستحمام بعد التعرق. خامسا الحرص على تكفيف المنطقة بعد الاستحمام او استخدام الحمام. واخيرا استخدام منتجات البروبيوتك لما لها من قدرة على منع عدوى المهبل واستعادة درجة حمودة المهبل الطبعية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالحلقة وترك رأيكم في التعليقات.